موسيقى نبدأ إن شاء الله مساق نظرية النسبية العامة المساق وفاة 603 كما قلنا وسأبدأ في هذه المحاضرة بتقديم لمحة سريعة عن نظرية النسبية الخاصة الفصل الأول شابتر هو أن راح يكون استعراض سريع ربما محاضرة أو محاضرتين عن النسبية الخاصة والسبب أن النسبية الخاصة ربما ما درستوها كويس بس أنا متأكد أن هذه النظرة أو اللمحة راح تنطيكم فكرة سريعة عنها إذا يعني تابعتم الموضوع يستحسن المتابعة أيضا أنا أحيانا أعطي ماسي لداتا يعني أحكي شغلات كثيرة بوضوح لكن بدها إيش؟ بدها أنت تكون بعقلك معي ومتابع وإذا تدون ملاحظات أيضا يكون شيء جيد وهذه المقدمة ضرورية برأيه لفهم نظرية النسبية العامة هو المساء خالص مية وثلاثة الحقيقة هذه النظرية جاءت أولا قلنا نتحدث بالبداية عن طبعا راح أكتب بالإنجليزي لأنه كمان الدوسية بالإنجليزي والمساء هو مقرر بالإنجليزي طبعا إضافة إلى ضرورة تعلم المصطلحات يعني أنتم محتاجين تتعلمون مصطلحات هذه حتى إذا درستم دراسات أخرى عليا تعرف وين تلاقي المعلومة التي تحتاجها نظرية النسبية الخاصة هي نظرية طرحها ألبرت إنشتاين في عام 1905 في عام 1905 هذه النظرية جاءت نتيجة محاولة فعلا ناجحة لحل مشاكل أساسية في الفيزياء والفيزياء الكلاسيكية على وجه التخصيص لأن ما كان معروف كثير من الجوانب التي قدمتها النظرية النسبية الخاصة ثم عممت النظرية النسبية الخاصة بعد عشر سنين من طرحها يعني بالـ 1915 جاءت نظرية النسبية العامة تعميما للخاصة لكي نبسط الموضوع في هذا الشأن أقول أن الفيزياء الكلاسيكية قامت على ثلاث أعمدة ثلاث أسس وهي كلاسيكية قامت على ثلاث أسس قامت على ثلاث أسس ضغير الزخم أو إذا صلت قوة على جسم فإنها تكسبه تسارعا يتناسب ترديا مع مقدار القوة المؤثرة والقانون الثالث هو لكل فعن الضفع يساويه في المقدار ويعاكس ويتجاب زائداً قانون الجاذبية Law of gravity هذه تشكل إيش نيوتونيا Mechanics Mechanics هذا العمود الأول الفيزياء الكلاسيكية العمود الثاني هو الماكس ويلس Electrodynamics اللي يسمونه Classical Electrodynamics اللي هو مجموعة قوانين Electricity and Magnetism كانت معروفة قبل ماكس ويل ماكس ويلس شو عمل جمع هذه القوانين وعدل على قانون أمبير لأن كان قانون أمبير ناقص فعدل عليه بإضافة حد فسمي بعد ذلك قانون أمبير ماكس ويلس ثم جمعها في إطار واحد ووظفها لاستخراج معادلة حركة الموجة الكهروماناطيسية واللي تبين من خلالها أن المجال الكهروماناطيسي هو عبارة عن موجة يعني مجال كهربائي وآخر ماناطيسي متعامدين يتذبذبان بشكل موجي بشكل سويديا زين وهما في طور واحد على ففن يعني في نص الطور زين هذه هاي بازم كان هيك وهذا كل وهي ساعد هاي شوش هاي 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 وهذا المجال الحمولي على هذلك المجال ماشي فها هنا عندك إيش عندك مجال كهربائي إي لنقول هذا الإي وهذا البي وهذا المجال الماناطيسي زائدا إيش هون أدنا اللوز أوبتيكس كل قوانين أوبتيكس تشتق من الكلاسيكال الكترو دايناميكس من معادلات ماكسوي الجيومتريكال أوبتيكس و الفيزيكال أوبتيكس جيومتريكال أوبتيكس اللي هو يعني الانكسار والانعكاس هاي قوانين جيومتريكال أوبتيكس و الفيزيكال أوبتيكس كما تعلمون هو التداخل و الحيول الركن الثالث للفيزياء الكلاسيكية هو قوانين الثرمو دايناميكس الكايناتك ثيوري خلي أقول وقوانين الثرمو دايناميكس هو الميكانيكال العصائي الكايناتك ثيوري غايها بلوث النواز الثرمو دايناميكس زائدا بولتزمن استاتيستيكس وكما تعلمون البولتز من statistics أو statistical mechanics نفسه هو هذا نفسه classical statistical mechanics من هذا statistical mechanics نشتق جميع قوانين بالإمكان الثيرمو ديناميكس من فهي كما ترون ثلاثة أسس كبرى ممكن تشكل منها كل الفيزياء الكلاسيكية طيب ما الذي حصل وجعل الفيزياء الكلاسيكية تقصر عن تفسير العالم يعني هذه الكلام هذه الفيزياء هي صحيحة لغاية 1900 1900 ميلادي شو اللي صار اللي جعل الفيزيائيين يشكون في قوانين الفيزياء الكلاسيكية ثم يبحثون عن بدائل نعم عجزون عن تفسير hanno وهذهيك نعم هذه جملة مشاكل أخرى بس بدوتها بالحقيقة كانت في نعم مثل صحيح الكلام black body radiation عجزه عن تفسير الفوتوالكترك إفكت وظواهر أخرى كثيرة تتعلق تتعلق بالذرة وبالسبكترة نعم نعم بس هون في موضوع الميكانيك الكلاسيكي بالذات صار تعارض بين شغلتين بين ميكانيك نيوتن والماكس والإلكترو داينامكس أول ما ظهر تعارض بين ماكس والإلكترو داينامكس أو اللي يتعامل مع المجالات الكهرو مغناطيسية وميكانيك نيوتن الذي يتعامل مع الحركة الحركة بشكل عام في المجال القوة أو بغياب مجال القوة أيضا فشو اللي صار بالحقيقة شوف كيف ضروري أعطيكم هذا الجانب التاريخي لتعرف تسلسل الأفكار كيف صارت لما جدت النظرية الكهرو مغناطيسية وحطت المجال الكهرو مغناطيسي بهذه الصيغة أنه موجي أصبح الضو الضو الذي ينتقل بسرعة مغناطيسي اللي هي كما كتبتها أنا أتبس خلبي أعيد أماشي تساوي واحد على أبسلون نوت وميو نوت وابسلون نوت هي النفاذية الكهربائية وميو نوت النفاذية المغناطيسية للفضاء الخالي وجاء ماكسويل وجمع كما قلنا القوانين الأربعة للكهربائية المغناطيسية في الفراغ زين إن فاكيوم هي دل دوت بي يساوي زيرو دل كروس يساوي مينس دي بي باي دي تي زين هو القانون الرابع كما تعلمون الكهربائية المغناطيسية هو دل دوت بي يساوي سي سكوير في دي باي دي تي مش هيك دي باي دي تي واحد على سي سكوير أمسلل لأنه إبسلون نوت ميو نوت وإبسلون نوت ميو نوت هي هي واحدة على سي سكوير هايوه فهذه قوانين تسميت هذه القوانين الأربعة ماكسويلس إقواجيون 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 لاخر إقواجيون فلا تقول لاتقول وين وين رو وين جي ما في الرو يساوي صفر والجي يساوي صفر بالفاكيو فلذلك لا تلاحظ المهم تعرف زين طيب ما هو تعريف الواف العام مين يأطيني تعريف عام للواف اضطراب في وسط إذا بدك تضيف عليه بتقول اضطراب في وسط ينقل الطاقة بدون أن ينقل جزيئات الوسط إذا بدك وإذا بدك لسه تعرف أكثر اضطراب دوري في الوسط ينقل بريودك وغطой في خلاق خلق الوسط ينقل على شرك Selon ينقل تريد خلق تريد من من تحرك من تحرك من تحرك من تحرك المنطقة أو تحرك المنطقة من تحرك المنطقة الوسط يعني الوسط هو ممكن يذبذب تذبذب ولكن لا ينتقل فهذا هو التعريف العام هذا التعريف العام كل شيء فبرز السؤال الكبير إذا كان الضوء هو موجد وإذا ما علمنا أن الضوء يأتينا من النجوم البعيدة وهذا نجم ستار ممكن من الشمس أيضا وهي الشمس كمان فكيف ينتقل الضوء إبرا الفراغ وين الوسط الذي ينقل هالسيات أنا من أتكلم معكم تسمعوني طبعا لأنه في وسط ينقل الموجة لو فرغنا هذه الغرفة من الهواء تماما ما عليش يعني ما عليش يعني ممكن نحط كمامات يعني أو هذا تغذي بالنسبة لنا بس يعني خلينا على فرغ لا يمكن أن ينتقل الصوت ولا يمكن أن تسمع صوت ممكن تشوف شفايفي بتتحرك بس ما رح تسمع صوت فقال لك كيف ينتقل الضوء لخلال الفراغ وهو ما في وسط there is no medium قالوا لا في ميديم طبعا زائدا أسباب أخرى لأنه هذا القانون بالذات أو القانونين هذول توضح لك أنه تغير الزماني في المجال مغناطيسي يولد لك إيش مجال كهربائي والتغير الزماني للمجال الكهربائي يولد لك مجال مغناطيسي طيب هيك إحنا معناته أمام كما قلنا هذا الصورة اللي رسمناها للمجال الكهربائي ده ينتقل فعلا هو معادلته معادلة الموجة لأنه لما تمدل كروس على هاي المعادلة بإمكانك تطلع معادلة من الدرجة الثانية اللي هي معادلة الموجة ده سكوير بي سكوير بي مثلا ده سكوير بي راح يساوي يجي عندك مينس 1 over C square D2 بي بي دي تي سكوير يساوي صفر هاي معادلة موجة سرعتها C واضح هذا واحد على V square كذلك ده سكوير E ممكن أن يكون أمين هينطيك معادلة حركة المجال الكهربائي الكهربائي هاي معلومات طبعا مال بكالوريوس بس بدي أعيدها بصراحة ضروري جدا لأنه تفهموها بشكل صحيح أيضا تساوي صفر فهموا عادلة الموجة أما إذا ردت هناك فهناك بعد الشغلة أجمل أنه D by GT أو B يعطيك كيرلي 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 وهون كيرلي هذه المعادلة معادلة الحركة يسموها للمجال الكهربائي والمجال المعناطيسي إذا توصف المجال مجالين وكيفية توحدوهما واحد متأثر بالآخر ولا يمكن فصله أحدهما عن الآخر الآن السؤال كيف أفسر ظهور المجال المعناطيسي كنتيجة لتغير مجال كهربائي وظهور المجال الكهربائي كنتيجة تغير مجال معناطيسي جيمس كلارك ماكسويل العالم الفيزيائي الإسكتلندي بذل جهود واسعة ورسومات كثيرة على فكرة عنده كيف يتولد المجال هذا عن هذا عن طريق ما يسمى بالأثير ما هو الأثير أيها الأثير هو وسط افتراضي وسط افتراضي وسط افتراضي وسط افتراضي مجال وسط افتراضي كل مكان ونحن لتحقيق المتطلق 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 في الحقيقة تحتى توليد المجال الكهروماناطيسي عندما ماكسويلا هو ناطج ووجود الأثير ضروري لإنتاج المجال الكهروماناطيسي برأي مكسويل. فهنا السؤال قال لك إذا هذا كان وسط يملأ الكون هيك. كل مكان. وهو وسط راح المفروض يكون شفاف طبعا. ترانسبيرانت ميديم. إذا تريد ضيف هنا وضيف ترانسبيرانت ميديم. طبعا كان في اعتراضات على هذه الفرضية فرضية وجود هذا الميديم من زاوية ميكانيكية منين من ميكانيك نيوتن. شو الاتراض? الاتراض بيقول لك وفق ميكانيك نيوتن. الفلسطي مع اي ويف في الميديم تساوي جذر كي على روح حيث ان كي هو الينج موديولس. والروح هي الدنسيتي. فإذا كانت سي هي جذر كي على روح. وسي تساوي ثلاثة في عشر قوة ثمانية ميتر بسرعة الضوء. عالية جدا. معنات عندك الوسط هذا الاثير الاثير اكتبه بالعربي ايضا. هو وسط يتمتع بصفات غريبة جدا. فهو ذو مرونة عالية. ودنسيتي خفيفة جدا. كيف يكون عندك مرونة عالية جدا. مرونة فيزيائية. مرونة يعني عالية. هو معامل مرونة عالية جدا. وكثافة واطئة جدا. الصفات متناقبة. انت بتقول استير عنده مرونة عالية جدا. ليش؟ تعريف المرونة بالفيزياء هو غير تعريف المرونة بالحسبة يعني او بالسوق. بالسوق عنده مرونة عالية يعني بتقبل يعني التغيير ويغير رأيه ربما مجامد. بالفيزياء بالعكس. المرونة العالية تعني انه لا يغير شكله ولا قراره ولا بسهولة. فالسطيل اكثر مرونة من الخشب او من البلاستيك على فكرة. البلاستيك ملوش مرونة او يعادت او العودة الى وضعه بعد تأثير القوة عليه. ولذلك يكون الاستيل لما تضربه بشاكوش ما تبين. بلما تضرب البلاستيك بشاكوش ينطعج. الاستيل ما ينطعج. هذه كانت اعتراض. لكن مع ذلك الفيزيائيين في وقته قل لك يعني ممكن يكون بصفات بهذه الصفات او ممكن مش هاي الصفات اللي تضربها. القضية الاكبر كانت قل لك اذا كان الارض تدور حول الشمس. وهي تسير كما نعلم بسرعة ثلاثين كيلو متر بالثانية. فاذا كان حولها موجود في كل مكان في الفضاء اثير. معناته الارض تسبح في بحر من الاثير. طيب ما سرعة الارض بالنسبة للاثير. يعني اخذ مثلا هذا هو الاثير. يملأ الفضاء بهذا الشكل. ما سرعة الارض بالنسبة للاثير. ممكن نعمل تجربة قيسها؟ قيس سرعة الارض بالنسبة للاثير؟ قالوا نعم. ممكن جدا. ما هي هاي التجربة؟ هاي التجربة هي تجربة مايكلسن ومورلي. اثنين من الفيزيائيين صمموا تجربة لحساب او قياس سرعة الارض بطريقة بصرية. جابوا تيبل مدورة حطوا عليها مرآة هون ومرآة عمودية. هاي ضروري تفهموا التجربة لانه بتمر عليكم بكثير مساقات مش مساق واحد. يعني مش بس بالماجستير هي مرت بالبكالوريوس. واخشى انه ما فهمتو هذين بالبكالوريوس. هذي المرآتين خلينا روز لهم ام وان يعني هون وهون ام تو. ووضعوا بين المرآتين هيك في نصف الطريق. لوح نصف شفاء. المسافة ما للمرآتين من المركز هذا هي نفسه. يعني هاي المسافة ال. وهذه المسافة هي ال. بالضبط. زين. بس انا بديش احط هذا الخطار اريد اعملو اجيب المصدر الضوي. هون في مصدر ضوي. يبعث بشعاع الضو. شعاع الضو يجع على هذا اللوح نصف الشفاف. شو يصير معه. ينقسم الى نصفين. شعاع الضو. نصف يمرق دغري. والنصف الثاني والشعاع الثاني ينعكس. فينعكس وين يروح على ام وان. واللي يمر يروح على ام تو. يرجع المرآت. تبع. المرآت هون. ام وان تركس شعاع. وطبعا الشعاع ايضا راح ينقسم الى جزئين. بس انا راح ارسم الجزء اللي يفيدني. وهو الجزء اللي يمرق. واجي هون من هالشعاع ام تو. ايضا راح يرتد. راح اجيب الشعاع المنعكس هون. بدي احطه بالاحمر حتى اشوف ياهو. اه. 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 هذا لا بالاخضر المنعكس. اه. هذا المنعكس. اه. هذا الاحمر. ايضا راح اخلي. ماشي. فهذا منعكس من على المرآت. الاخضر. وهذا مارك من خلال. اه. اللوح نصف الشفاق. مش المرآت. اللوح نصف الشفاق. هذا هو اصل الشعاع. الشعاع الاصل هو هذا. انقسمه الى قسمين. وصار هذه. واضح الصورة عندكم. اوه. ارجو. قلوه دي. اذا ما واضح ام واضح. ايوه. من يرتد الشعاعين طبعا هون. راح يلتقون. الشعاع اللي من ام تو وهو الاخضر. مع الشعاع اللي من ام وان وهو الاحمر. بينهما المفروض اذا كان فيه اثير. وكانت هاي الطاولة تتحرك لسرعة ذي. مقدارها ثلاثين كيلو متر فتانية. وبما ان المسافة متساوية هاي. فشعاع الضوء في هذا الجزء. راح يعاني يعاقة من الاثير غير اللي يعانيها شعاع اللو. اللي رايح على ام وان. اللي راح اسميه وان. هذا ممكن اسميه الشعاع رقم واحد. شعاع رقم واحد يعاني اعاقة تختلف عن الشعاع رقم اثنين. هيك راح يصير ايش. برغم انه المسافة او اكد متساوية. المرآتين هذول متعامدتين تماما يعاني. حتى يصير توجيه للشعاع صحيح. بس راح يصير الباث ديفرنس. الباث ديفرنس. راح يؤدي الى ظهور اهداف تداقل. اللي هي ايش؟ اللي هي فرنجز. هذا الباث ديفرنس. كما قلت سببه اختلاف الاعاقة. وشو الاعاقة بسبب الاثير طبعا. وممكن واحد يحسب هالهاي التاثير. المهم. المهم. الشغلة اللي احيانا لما يشرحون هاي التجربة. ما يحكوها. هي الآتي. انه لما تيجي اتدور. الطاولة. يعني اذا طلعت عندك فرنجز. وتدور الطاولة. وتدور انت طبعا معها. وتطلع بالتلسكوب. يعني. هون في تلسكوب. تطلع على فرنجز. المفروض يصير ازاحة بالفرنجز. ليش الازاحة. لانه. الارم نمبر ون صارت من مكان نمبر تون. نمبر تو. الارم نمبر ون كانت عمودية على الفلسطين. على اتجاه الحركة مع المال الارم. كانت نمبر ون عمودية. ونمبر تو موازية. لما ادير هالطاولة. تسعين درجة. صارت النمبر ون موازية. والنمبر تو عمودية. المفروض انا وبطلع على الفرنجز. اقدر ازاحة. يصير الفرنج شفت. لازم. الفرنج شفت. اذا في ايش. اذا في بالفعل اعارة. لما عملوا التجربة بالالف وثمانمية وثلاثة وثمانين واستمرت الى الالف وثمانمية ويمكن ثلاثة وتسعين. اخر مرة عملوها حوالى عشر او اثنان سنة وما يكررون بالتجربة. ما طلع معاهم كل شيء. بدور هذا ولا في ازاحة ولا بطيخ. الفرنجز هي قاعدة كما هي. اذا في فرنجز تطلع بالتداخل تطلع هذه. وما في ازاحة. فها حيارتهم المشكلة. اول مرة طبعا قالوا. اول ما هذا اللي بصير انه انه الارض سرعتها ثلاثين كيلو متر. والاثير الريح الاثيرية كمان بالصدفة جاي تمشي بسرعة ثلاثين كيلو متر بالثانية. بنفس الاتجاه. فمن شان هيك ما راح يطلع عندك. يعني يبدو وكأن الارض ساكنة. لان الفرنجز لما ما في حركة بالفرنجز. ما في شفت بالفرنجز. ما في حركة بالنسبة للاثير. معناها سرعة الارض بالنسبة له. صفر. هيك بتكون صفر. صح. قالوا بسيطة. نستنى ستة شهر. بتيجي الارض الصير هون. الارض الصير سرعتها هون ثلاثين كيلو متر. بير سكن. والريح الاثيرية كمان. ثلاثين كيلو متر بير سكن. بس بعكشل التجاه. صالة ستين. صالة ستين. فهيك لازم يطلع عندك الفرنجز هسا. استنوا ستة شرعات والتجربة. ما في. ما في. قالوا الريح الاثيرية عمال تلحق بالارض. بس كيف تلحق بالارض. إذا كان هو وسط يملأ الفضاء كله. انت قاعد ببحيرة. وراكب ببلم بركة. وراكب بايش بزورق. وبتمشي. كيف بده المي بس يلحقك انت يعني. طيما في كواكب اخرى ليه. يعني شو اللي بصير هون. ما اشي غير مختلف. هذا دعا انطون لورنس. شخص اسمه انطون لورنس. للتأمل ماليا في الفرق ما في المشكلة. اول اشي واهم اشي لاحظوا انه احنا بنحكي عن نظامين في الميكانيك في هاي التجربة. ليه؟ آه نظام ميكانيك نيوتن اللي هو الحركة والحركة النسبية ذا نحسبها على ميكانيك نيوتن. لما بنيجي نحكي الحركة مال الارض بالنسبة للاثير كيف بتصير. هو حركة جسم في وسط او ميكانيك نيوتن ينطبق لما تيجي على الضوء نفسه والاهداف التداخل وشعاع الضوء وينقسم الى مرآة واحد انت بتحكي عن ايش؟ عن حركة الضوء. فانت بتقابل حركة الضوء مع حركة ايش؟ نظام ميكانيكي. حركة الضوء وتتبع ماكسويل. حركة النظام الميكانيكي تتبع نيوتن. هل ان الاسس الحركية في كل النظامين هي نفسها؟ ما ندري. فراه عادة ماكسويل اعاد فحص الحركة واسس الحركة عند نيوتن وعند ماكسويل واكتشف انه هناك نظامين. نظامين لتحويلات الحركة. او لحساب الحركة النسبية. هذا معناها بدك تحسب الحركة النسبية. هل تحسبها بالنسبة للارض على ميكانيكي نيوتن؟ هم تحسبها بالنسبة للضوء اللي قاعد على طاولة مايكلسون ومورلي. في فرق. وجد انه هناك غاليليان تحويلات غاليليو. اللي هي اكس برايم يساوي اكس مايناس بي تي في بعد واحد. في واحد دمشن. وي برايم يساوي. وي زي برايم يساوي زي. و تي الزمن يساوي تي برايم يساوي تي. هاي شور غاليليان. غاليليا ترانسفورميشن كأنك عندك منظومتين او تو فريم اوف ريفرنس. تو فريم. بعد هون نجي نحكي على الحركة. نجي عاد نفهم شو هي الحركة. الحركة هي انتقال في المكان خلال الزمن. ببساطة. انتقال مكان خلال الزمن. طيب كيف احسب الحركة. هل الحركة مطلقة ام نسبية. الكل يعرف ان الحركة نسبية. شو معنى نسبية. يعني بدك تحدد نقطة مرجعية. ريفرنس بوينت. واتقيس بالنسبة لها. مثلا انا عمال الان اتحرك هنا بالنسبة للطاولة وبالنسبة لكم. زين. بس انا بالنسبة لنفسي للعلم ما دا اتحرك. بدليل انه القلم ما دا يطير من ايدي. ما دا يطير. القلم شايله بايدي والقلم لا يتحرك بالنسبة لي. بس اذا اسأل محمد اقول له القلم شودة شودة القلم يقولي دا يتحرك. والله انا شايل كتابي. الحركة رسمية. ببساطة. انت راكب باس. هو في الباس. الناس اشخاص دا يطلعون على الرصيف او الناس اللي على الرصيف شوفون الرصيف كله دا يتحرك بالنسبة لهم. مثل ما انا دا اشوفكم كمان انتم دا يتحركون بالنسبة لانتم والطاولة والحياطين كله. واحد من الركاب رمى مثلا لنقول كرة طابة طفل رمى طابة بالباس. سرعة الطابة بالنسبة لراكبي الباس المتحرك اصلا بالنسبة للرصيف. هل هي نفسها سرعة الطابة بالنسبة للرصيف والناس للرصيف. لا. لا. راه يعتمن على اتجاه رمي الكرة على سرعة رمي الكرة داخل الباس. وثم تحسب. اه. وكذلك لو يرميها اه فكرة حلوة هاي مالي زيتها لفوق. لو زيتها لفوق. الهلم بالنسبة لالو راح تطلع وتنزل هيك. بييده. بينما ليه واحد واقف على الرصيف راح تطلع هيك وتنزل هيك. ليش؟ لان لما رمى الكرة كان في موقع اكس ون مثلا. هون. بس لما نزلت الكرة لعيده اخذت زمن. هو الباسكن مشى عشرين متر. العشرين متر هي هاي. اكس تو ماينوس اكس ون عشرين متر مثلا. مثلا. فمعناها بالنسبة له الطابة طلعت اخذت مسار قطع مكافئة يمكن. ونزلت. بالنسبة لمن للي واقف على الرصيف. بالنسبة لللي راكب نفسه ورماها ورجعت. ما تغير شيء. ما تغير شيء. هذا يؤدي الى ان مراجع الحركة تلعب دورا مهما في تقدير قيمة واتجاه الحركة. فهون لو اخذنا منظومتين احداثيتين هاي اس داش وهاي اس. هاي راح نعطيها احداثيات. سوري راح اخذ هذا الاكس. راح اخذ هذا الاكس. اكس برايم. واي برايم زد برايم. وراح اخذ هذا اكس واي وزد. فصر عندي منظومتين احداثيتين. اكس واي زد. اكس برايم. واي برايم زد برايم. واحدة سميها اس. والاخرى سميها اس برايم. والنقطة التي في اس برايم. احداثياتها هاي اكس برايم. هاي اكس برايم. شايف. وهاي في الاس. هي احداثياتها اكس. من الواضح انه الاكس تساوي اكس برايم زايدا. هذه المنظومة تتحرك بسرعة في بالنسبة الى الاس. فهاي المسافة اذا راح تكون في تي. اذا هاي في تي. معناته هاي راح تنطيني اول المعادلة الاولى اللي هي ايش. اكس برايم يساوي اكس مينس في تي. واضح جدا انه احداثي. النقطة اكس برايم يساوي الاحداث اللي يسمي تبع الاس يسمي اكس سالم في تي. او اذا تريد تحط اكس يساوي اكس برايم زايد. في تي يصير كمان. زي ما حكي. بما اننا نحكي عن ون دايميشن الحركة اللي ب اكس فقط. فهذول راح يكونوا متساوين. نجي على الزمن. الزمن في ميكانيك نيوتن. في المنظومتين الاحداثيتين هو نفسه. لماذا؟ لانه مبدأ المبدأ القائل ان الزمن هو تيار يجري بالتساوي في ارجاء الكون. ليس هناك فرق بين الزمن في اي منظومة احداثية حسب نيوتن طبعا. فلورنس جاب هذي. نسميها غاليليا الترانسفورميشن تحويلات غاليليو. وراد يطبقها على الام فيض. عوض بالام فيض. وجد انه. انه. ماكس و تحويلات غاليليو ترانسفورميشن. لا تخضع ولا تتوافق مع تحويلات غاليليو. وانما. وانما تخضع لتحويلات جديدة. التحويلات الجديدة تختلف قليلا عن تحويلات غاليليو. الماكس وينكويشن تخضع الى تحويلات اكس برايم يساوي اكس. ماينس في تي على جذر. وان ماينس في سكوار على سي سكوار. واي فرام يساوي واي وزي فرام يساوي زي. والتي هذا المهم. تي برايم طلع معه. يساوي تي ماينس اكس. في اوبر سي سكوار. على الجذر. وان ماينس. في سكوار على سي سكوار. حيث في كما قلنا. هي السرعة النسبية بين المرجعين. بين مرجعين القياس. البرايم والن برايم. الباص والشارع. واضح جدا انه هنالك فرق نوعي وكمي ما بين القانونين. قانون ماكسوي. قوانين غاليليو. للتحويلات الحركة. والمرجع. والتحويلات. هاي التحويلات سميت لورنس ترانسفورميشن. فالأولى هاي غاليليو ترانسفورميشن. والثانية هي لورنس ترانسفورميشن. هادي تخضع ايش تستيسفاي باي. باي ماكسوي. باي ماكسوي. هاي تخضع الماكسوي. او كالي. باي ماكسوي. الآن ما الذي نلاحظه. اولا ملاحظ. انه. هنالك ربط ما بين المكان. والزمان. في معادلات او تحويلات لورنس. على حين. انها في تحويلات. غاليليو. هي الزمان مستقل عن المكان. الزمان متساوي في جميع المنظومات الاداثية. هون مش متساوي. اثنين. تايم. يعني هون. تايم ديبند. تايم. 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 مرحلة التاريخ. يعني متداخلين. اثنين. اللاحظ انه. الوسبيس انتعي. بوث ديبند. آه. 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 الهرباني الأشتاري الهرباني الهرباني الأشتاري الهرباني الأشتاري الوقت و البحث و البحث انتال Hisезд هي لاتدياه من إ parties بطلة الوحيدة ويعامل معاملة المكان أيضا في نيوتن هو الوحيدة الوحيدة فقط هنا الوحيدة و الوقت الوحيدة بما الوحيدة بالضبط الوحيدة بما الوحيدة لضافع إلى الوحيدة كما عشون لاحظ نعلم أن كما عشون لاحظ كما عشون لاحظ كما عشون لاحظ كما عشون لاحظة كما عشون لاحظة تصبح 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 تؤدي إلى نفس تصبح 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 كما عشون تصبح 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 و والأولى والثانية المعادلة الأولى كما أنه سيحدث مثل المعادلة الأولى هنا. واضح؟ هذا الذي يجعل القول بأنه لورنز ترانسفورميشن أو القليلين ترانسفورميشن هي المعادلة الأولى لورنز ترانسفورميشن. المسألة الأخرى اللي ينبغي ملاحظتها هي أنه في القانون تبع لورنز قوانين لورنز فيه واضح جدا فيه سي. أنتون لورنز حسب ما أعرف داخل فترة ليست قليلة بهذه السي. ما هي السي هذه؟ نعم سرعة الضوء. وين؟ بأي ميديا؟ سرعة الضوء. وين؟ في الفراغ. بس ليش في الفراغ؟ هو ما أعرف أنه بالضبط هاي بالضرورة تجيب الفراغ. ممكن ممكن ماذا لو أننا أجرينا التجربة في داخل جوة بحر. في عماق البحار أو في داخل زجاج. فكانت بالنسبة أعتقد هاي نقطة بالمناسبة ما يشيروا لها المؤلفين. لكن تستنتجها لما تقرأ بحوث لورنز. أن هناك فعلا مشكلة في تفكير لورنز وغير لورنز طرح. إن هاي السي. إيش هي؟ فلسطة الضوء. ماذا؟ 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 في ميديا؟ كما تتحدث عنه؟ ماذا تتحدث عنه؟ هل تعوض سي؟ ما هو نعرف أنه سي بالميديم تساوي سي برايب تساوي سي وغيرين. وأحياناً تكون يعني واحد ونص العين بيطلع عندك اثنين على ثلاثة. سي برايب تساوي ثلثة سي بالفراغ. فهاي كانت مشكلة. عبرت عنها عدة داخل بحوث. هو ما كثير كان يعني يصرح بها لورنز. ما يصرح بالمشكلة. لكن البحث اللي تقرأ يصرح بها. يقول فيه مشكلة. فهون أجا ناين اشتق. طبعاً لورنز اشتق قانون اللي هو من من اللورنز ترانسفورميشن بإمكانك تشتق تقول إنه إذا كان عندنا إكس 2 برايم. يعني إذا كان عندك منظومة أحداثية هاي. منظومة أحداثية ثانية. وكان بيها هون. عندك لنفرض بهذه الإس برايم. كان عندك مصدرة. طولها L صب زيرو هون. L صب زيرو هي تساوي. X2 برايم. مينس X1 برايم. بنسبة المنظومة الثانية. هي L. راح تكون. X1 برايم. أبداً بس شي اللي برايم يعني. X2 مينس X1. هي تساوي هاي L. L صب زيرو. باعتبار أنه أنا عندي هون. مشاهد. وبالنسبة إليه. شايل مصدرة. هي مكمعه. مثل هاي. يعني مثل هاي المصدرة. شايلها. وعمال يطير. هو طائرة أو مركبة فضائية أو إشي. هذه بتطلع عليها طولها متر. ويساكلة بالنسبة له. فليهذا سميت هاي المصدرة. الآن لو تيجي. تأخذ هاي المعادلات. بصير عندك X برايم مينس X1 برايم. يساوي X2 برايم. X2 مينس X1. على الجذر. مباشر. فإذا حطيت هذه. هي L صب زيرو. معناته في الجذر. تساوي L. طلع مع القانون. كأنه بما أنه. بما أنه. الجذر دائما أقل من واحد. زين. إذن. L صب. L. is less than. L صب زير. لأن الجذر. مضروبه بالجذر. فالجذر أقل من واحد. إلا إذا كانت في صفر. إذا كانت في صفر. ما في حركة أصلا. ما في. ما في مسألة. ضاعة المسألة من أصلها. فراح يكون. L هو. إذن أقال من L صب زيرو. في أي حركة. وهذا سمي. 곡elly. قوة ر Shin'sirement. قوة ر Shin's statement. نمس. مُمت Chan. إن كماش الطوط. قانون ان كماش الطوط. اللي هو ما شفره لورانس argent? كهذا لا أقل من. لا يعني فى الحقيقة إلى ما كته Prime Minister Piecing seemed فشو قل لك قل لك لما تتحرك الارض بالنسبة للاثير دي صير قصر في في الارض طول يعني المسافة الباث مال الضوء مع المتحرك مع باتجاه حركة الارض يعني دي صير قصر بينما العمودي عليها ما يصير قصر لان هاي انكماش الطول مع الشسم فيصير قصر بينما الخط العمودي اللي رايحة لأمون الإشارة وراجعة ما يصير فيها تقصير ولذلك هذا هو السبب في عدم ظهور الزي ازاحة بالفرنجز لان دائما صير انكماش بس هاي مسألة يعني ما كثير نفعت لانه بيجي بالالف بساعمية وخمسة هاي نشتعين وقلع الموضوع من اساسه قلع الموضوع من اساسه فقل لهم اولا انتم لا الدخون بن يوتين وماكسويل وكذا الصحيح هو ماكسويل وانه ايا بدنا نساوي لان كان بعضهم يقولون خلينا نحور قوانين ماكسويل حتى تنطبق عليها تحويلات غاليليو ما بتزغط تحويلات غاليليو اصلا هي حالة خاصة لا احكي عالقي 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 ايه عالقي شوي علي صوتك اكثر لان انا بدي اسمع تعليقاتكم انتم طلاب دراسات علي انتم مش بكالوريوس يعني بامكانك تحكي شيء بديك تحكيه احكيه فهنا قال لك إذن نحن ما حاجة ندخ كل هالتفاصيل هذا خاص قال لي خلنا نروح على لورانس ترانسفورميشن ونعتمدها ونحور قوانين نيوتن هذا والحل حور كل قوانين نيوتن وميكانيكا نيوتن بحيث تتفق مع القوانين ماكسويل تتفق في أساس أساس تحويلات الحركية لقوانين ماكسويل اللي هي لورانس ترانسفورميشن أنا ما عاجب بعد أدوغ بالقليلين ترانسفورميشن لهذا الغرض شو لاحظ أن اشتاين أيضا أنه وقرأ بحوث لورانس ولاحظ حيرة لورانس وهو كمان أيضا تساءل في هذا فقال لك بما أن سي تساوي واحد على جذر إبسلون نوت ميو نوت فإذا سي الموجودة في تحويلات لورانس هذه افترض فرضيتين بالحقيقة أولا أنه لورانس لورانس تحويلات لورانس وهذا سموه مبدأ النسبية الخاصة أول ما بدأ بالSpecial Relativity والثاني أقر لك الوضع الوضع في المنزل هو الوضع 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 بغض النظر عن سرعتهم وبغض النظر والس هي الوضع الوضع ليس تقول بس الوضع حسنا الوضع فلما أجي أخذ القوانين وأطبقها وين مكان أطبقها وهي لا تعتمد لا على الميديوم أخذتها كرقم Universal constant طبعا هذه البرنسبل وهكذا ممكن تضاحب عدة صيغة ممكن تقول الوضع الوضع ممكن تقول الوضع الوضع ممكن تقول الوضع ممكن الوضع 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 بناء على هاتين لاحظ أيضا بذكاءه الفطري والكويس ألبرت أينشتاين لاحظ أن تحويلات لورنس تقول لنا أن الزمان والمكان متداخلين الوضع 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 وبالتالي الكميات الفيزيائية اللي نحكي هون بالقانون الأول الوضع الكميات الفيزيائية بدلا من ما نوصفها بثلاثة مركبات بالذات المتجهة مثل القوة نحتاج نوصفها بأربع متجهات بأربع مركبات بمعنى بمعنى الفضاء لم يعود صحيح أن توصف الفضاء بالوصف الديكارتي ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع بس لأنك في كل الأحوال قد ما تريد تضبط قوانينك لازم تدخل الزمن الكون ديناميكي حركي لا يوجد شيء ثابت فبالتالي لازم تدخل الزمن إذا تدخل الزمن معناته أصبح الزمن هو بعد رعبة في هذه الحالة فلذلك وضع عانشتاين مبدأ تكامل الزمان والمكان تكامل الزمان والمكان في صيغة اللي هي الفضاء الرباعي الأبعاد الذي يتألف من ثلاثة مكان زائدا بعد رابع وهو البعد الزمان بعد الزمان يعني إذا سبيس تايم جاب مصطلح سبيس تايم مانفول 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 يصف من ثلاثة مكوانية ما مكوانية 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 يعني مكوانية bilang يصف و أو مكوانية 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 تقريباً 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 مصطلح الفترة المكانية مثل ما تعرف الفترة المكانية طول هاي المصطرة هو فترة مكانية هاي طول المصطرة هاي فترة مكانية من هون لهون المضيف عليها الزمان فجاء عرف إحداثيات احنا نعرفها كالآتي يعني X1 هو X X2 هي Y X3 هي Z أصلاً وعرف X4 هي عرفها بأنها ICT X2 فعادة الفترة الزمكانية هي S أو دلتة S سكوير تساوي على فيثاغورس دلتة X1 بس عرف الفيثاغورس ما لك الآن في أربعة تبعات شايف الساعات شوية تحرك معايا في ذهنك شوية طور من ذهنك الستاتيكي شوية يعني تقبلها يعني ممكن أن أعمل هاي هي معناته دلتة X تربية زايداً دلتة Y تربية زايداً دلتة Z تربية ناقصاً راح تصير لأن الآية تربية أكون X4 عما ICT فسي سكوير دلتة T تربية هذه بالصيغة الفتراتية يعني نسميها فاينايت إنكريمنت فورميلايشن الآن هذه اعتبرها إنشتاين شوف هون الشين الرائع اعتبرها أنها تبقى ثابتة بالنسبة لجميع المراجع القصورية الفترة الزمكانية بالنسبة لجميع المراجع من هذه الفرضية؟ إنفيرينت معناته راح تكون دلتة S تساوي دلتة S برايم يعني إذا غيرت الـ X إلى X' و Y' فتقدر تشتق بالمناسبة منها قوانين تحويلات لورنس هو جاه من هون إنشتاين ما راح نبش بال EM theory نفسها لا أخذ هذا المبدأ أنه هذه لازم تكون المسافة الزمكانية كمية ثابتة تحت تحويلات لورنس أو تحت تحويلات X سميها ولهذا بعض الكتاب في زمان ما سموها انشتاين لورنس ترانسفورميشن أو لورنس انشتاين ترانسفورميشن بس بعدين الحق يقولك أنه هي تبع لورنس هو انشتاين ما عمل شيء في هذا الشأن هو مجرد عاد صياغته هو أصلاً ما كان راح يعرف أنه المسافة الزمكانية يعني constant إلا لو لا أنه قال تحت تحويلات لورنس يعني تحويلات لورنس دلته على أن الزمان والمكان متداخلين وجعلته يفكر بأن الزمان هو محور الرابع وجعلته بأن يضع المانيفولد الرباعي الأبعاد الفضاء الرباعي الأبعاد اللي هو بي X1, X2, X3, X4 وجهها السيعة فهو ما عجب ترانسفورميشن دي هذا مش هذا هو نفسهم لورنسي ترانسفورميشن الآن كيف نستطيع تحصيل لورنسي ترانسفورميشن من هذه الفرضية آه هون ممكن في مساهمة طبعاً لأنشتائن في اشتقاق لورنسي وعادة اشتقاق لورنسي ترانسفورميشن الآن اللي هي لو أخذنا إذا ن إغنور X2 and X3 الدلتا S راح يصير يعني راح يكون عندنا دلتا S مثلاً برايم خلي نقول راح يصير دلتا X1 تربيع زائد دلتا X4 تربيع برايم وهذه إذا ساوى تربيع حسناً تربيع وهذه تساوي دلتا X1 هاي برايم أسفة الآن دلتا X1 تربيع زائد دلتا X2 تربيع بس أيها أيها تربيع 4 4 4 وهذه تربيع وهذه ما فيها برايم يعني دلتا S أنا اختزلت مش لا أقول إغنور دلتا X2 X3 باعتبار مثالات ما فيهم يعني تغير أصلاً في بوعد واحد إغنور X2 X3 ممكن هذه تربيع 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 أن X1 يساوي X1 كوسين ثيتا في الحقيقة هذا الاشتقاق مش تبع أينشتاين فيما أذكر اشتقاق بعدين سوه بعد أينشتاين عملوا هذا الاشتقاق كوسين ثيتا أو كوسين فاي حاطنا نستعمل فارق ماشي زائدا X4 سين فاي وهون X2 برايم يساوي سالب X1 سين فاي زائدا X4 كوسين فاي معناه بالحقيقة هاي تدوير يسموها يعني هي بصيغة التدوير بصيغة التدوير إذا تطلع على المعادلة هاي X1 و X علاقتها مع X1 و X4 هو تدوير كوسين فاي كوسين فاي كوسين فاي كوسين فاي و هون حط X1 و X2 X4 X4 I'm sorry X4 X1 X4 X1 X1 X4 ماشي صحيحة ماشي صحيحة ماشي صحيحة ايه صحيحة صحيحة هاي هي الربط ما بين وهي واضح انها بشكل من الأشكال هي علاقة تدوير طيب نتوقف هنا